وقعت الغزوة في السابع من شوال خلال العام الثامن الهجري وسببها أن زعماء قبائل هواز وثقيف غضبوا من سيطرة المسلمين على مكة المكرمة وتحطين أصنامهم فحرقوا كل مقاتليهم لمهاجمتها واستعادتها منهم واستحبوا معهم النساء والأطفال والمواشي وكل ما يملكوه حتى يقاتل الجميع بأقصى طاقتهم فكان عدد جيشهم بين عشرين إلى ثلاثين ألف مقاتل عندما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بانطلاق هذا الجيش الضخم إليهم سار ومعه كل المسلمين ليتصدى له وكان عددهم اثنى عشر ألف مقاتل أثناء عبور جيش المسلمين لوادي حنين تعرضوا لكمين محكم حيث رشقهم المشركون بالسهام والرماح والحجارة ثم انقضوا عليهم من كل اتجاه انسحب معظم جيش المسلمين خارج الوادي ولن يبقى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عشر إلى مائة مقاتل فقط يدافع عنه أمام هجمات المشركين العنيفة بعد استيعاد الصدمة أعاد جيش المسلمين المنسحب ترتيب صفوفه واقتحم الوادي من جديد ليهاجم المشركين المحاصرين للرسول وصحابته واستمر القتال حتى انهزم المشركون ارتقى من المسلمين أربعة شهداء بينما قتل حوالي خمسون من المشركين أثر المسلمون ستة آلاف امرأة وطفل واغتنموا ألف حصان وأربع وعشرون ألف جمل وأربعون ألف رأس غنم ومائة وستين ألف قطعة نقدية فضية أي أربعمائة وستن وسبعون كيلو براما من الفضة ترجمة نانسي قنقر